وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 509 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت 145 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلائي على السلع المتعومة تم ضبط 94 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 727 قضية من بينها 130 قضية خبز ناقص الوزن و108 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات